اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين في تونس سياسة الافلات من العقاب تسود المؤسسات الرسمية رغم اعلان الحرب على الفساد تحركات في شوارع تعز اليمنية احتجاجا على ارتفاع الاسعار ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تسارع تفشي الكوليرا مجددا وفي النشرة ايضا الصين توقف استيراد النفط الامريكي في تصعيد للحرب التجارية بين البلدين اهلا بكم خلص الصطاع اخير للاراء في تونس الان سبعة من اصل عشرة تونسيين يعتبرون ان الفساد في ازدياد وبان موظفي الدولة واعضاء الحكومة والبرلمان في مقدمة الاشخاص المشتبه بهم الفساد الى ازدياد والقطع العام وعضاء الحكومة والبرلمان في قفص الاتهام مفارقة تأتي في وقت تعلن فيه الحكومة الحرب على الفساد التي ساهم فيها البرلمان من خلال سن تشريعات مهمة لمكافحة الاثراء غير المشروع وحماية المبلغين عن الفساد وتيسير النفاذ الى المعلومة اغلبية واضحة متوينسة يقولوا المواطن العادي عنده ممكن ولا ممكن جدا انه يعطي رشوة باش يتجنب تمثيله امام القضاء باش يسجل الارض ما هيش الارض متاعه باش ما يدفعش الذراء المطلوب اول حاجة تنسيق اول حاجة معناها الهيئات المكافحة على فساد تجتمع وتحت سلطة واحدة تحت هيئة واحدة تكافح الفساد بطريقة مباشرة بطريقة الحرب مش بطريقة الاجراءات القانونية العادية لابد ان تكون الحرب على الفساد في مستوى الحرب على الارهاب واولوية وطنية تسخر لها كل الامكانات هكذا يأتي الخطاب لتوصيف الظاهرة وسبل مجبهتها والحال ان معظم قضايا الفساد التي احالتها على انظار القضاء الهيئات الرقبية وهيئة مكافحة الفساد التي تعد بالمئات لم يجري النظر الا في اقل من عشرة بالمئة منها فيما تقبع مئات الملفات على الرفوف منذ سنوات ويتمتع المشتبه بهم فيها بالحرية كم الهيئة من الملفات يجب ان يتحول الى احكام قضائية باتة تجد لها اثرا وانطبايا جيدا لدى المواطن لانه لا موجبة لهياكل تعمل ولا موجبة لدعاوى مرفوعة دون ان تجد المحاكمات القضائية الحقيقية التي يشاهدها المواطن على ارض الواقع تطبيق القانون دون استثناء على الجميع هو الحل الوحيد لاخراجنا من هذا المعزق لانه لن يحترم المواطن التونسي دولة تطبق سياسة الميكيالين في تعاملها مع مواطنها هي عقلية الافلات من العقاب التي ما زالت سيدة الموقف برغم تعزيز النصوص التشريعية ما زاد في انكار المتنفذين للامتثال امام العدالة وساهم في ارساء سياسة الكيل بميكيالين امام القانون العمر الذي زاد في مخاوف المبلغين عن الفساد الذين اصبح عددهم في تراجع لافت 20 مليار دولار جل تهريبها من تونس الى الخارج خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة بحسب المنظمة الدولية للشفافية ما يعني ان الفساد بدل من ان يتقهقر امام ثورة شعب على الفساد والاستبداد استفحل وانتعش امام اشتارة تونس الميادي كشفت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي لم تذكر اسمه ان وزراء مالية السعودية الكويت والامارات سيوقعون اتفاقات لتقديم دعم مالي للبحرين تصل قيمته الى 10 مليارات دولار وقالت الصحيفة ان قرارا خليجيا على اعلى المستويات تم اتخاذه لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج دعم الاستقرار المالي في البحرين وافقا لصندوق النقد الدولي فان حزمة المساعدات هذه تعادل نحو ربع الناتج المحلي الاجمالي السنوي للبحرين و28% من الدين العام وتغطي عزة ميزانية المنامة لمدة سنتين هذا وكشف مصدر حكومي اردني ان الدول الخليجية الثلاث اوضعت ايضا نحو مليار دولار في البنك المركزي الاردني وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة نصف مليار دولار على مدى خمس سنوات هذه المساعدات تأتي في اطار حزمة قيمتها ملياران ونصف مليار دولار لمساندة اقتصاد الاردن على تنفيذ اجراءات تقشفية اثارت احتجاجات شعبية كبيرة وتتضمن الحزمة ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع ضرورية للبنية التحدي قالت وزارة الزراعة العراقية انها ستقلص مساحة زراعة المحاصيل الشتوية بنسبة 55% نظرا لنقص المياه وقال البيان ان مساحة الاراضي المروية المزروعة بالقمح لن تزيد على نحو 315 الفا و 266 هكتارا ما سيقلص المساحة المروية المزروعة بالقمح الى النصف خلال الموسم المقبل اعلن رئيس اتحاد الموظفي وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا في خطاع غزة امير المسحال تعليق كل خطوات التصعيد ضد الوكالة لمدة عشرة ايام تبدأ من يوم السبت المقبل بهدف افساح المجال امام الحوار التفاوضي بعد سلسلة احتياجات رفضا لفصل نحو الف موظف نعلن عن تعليق كافة الاجراءات النقافية التصعيدية وانهاء مظاهر الاحتجاج اعتبارا من يوم السبت القادم ولمدة عشرة ايام لفتح حوار جاد ومسؤول ومستمر ومتواصل من اجل ايجاد حل عادل ودائم وشامل لاحتواء هذه الازمة وامكانية الكل الفلسطيني والثلاثة عشر الف موظف من تقديم ختمات كلية للاجئين الفلسطينيين خرج مئات اليمنيين الى شوارع مدينة تعز جنوبا امس احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية بسبب انهيار العملة الوطنية عدد من المحال اغلق بسبب انهيار قيمة الريال الذي فقد اكثر من نصف قيمته امام الدولار المحتجون وفي تظاهراتهم طالبوا حكومة هادي بالتدخل لاجاد حلول مرددين عبارات ضدها وضد قوات التحالف السعودي اظهرت احدث بيانات من منظمة الصحة العالمية هذا الاسبوع ان تفشي مرض القوليرا في اليمن بدأ يتسارع مرة اخرى وقد سجلت عشرة الاف حالة مشتبهة بالمرض اسبوعيا ما دفع الامم المتحدة وشركائها الى تنفيذ حملة تحصين ضد الوباء بلقاح فموي بسانت الرف هذا الطفل واحد من اكثر من خمسة ملايين طفل يمني ينتظرهم خطر الموت بسبب الحرب التي وصفتها اليونسيف بانها جحيم للاطفال اطفال يعيشون جحيم الجوع والمرض بسبب عضوان التحالف السعودي عشرة الاف اصابة مشتبهة بوباء القوليرا تفشي ذلك المرض الفتاك في البلاد يتسارع مرة اخرى وفقا لاحدث بيانات اصدرتها منظمة الصحة العالمية يتضاعف الرقم عن متوسط معدل الاصابة خلال الاولي ثمانية اشهر من العام حيث سجلت مائة واربعة وخمسون الفا وخمسمائة وسبع وعشرون اصابة في كل انحاء اليمن مع وفاة مائة وستة وتسعين شخصا ويمكن للمرض ان يودي بحياة اي طفل في غضون ساعات اذا لم يحصل على علاج طبعا مواجهة غباء القوليرا بحاجة الاصحاح بيئي مش لا يكفي العلاج واحدة بحاجة الاصحاح بيئة تشترك الصحة والمياه اليمن اسوأ مكان في العالم يمكن ان تعيش فيه قطفل بحسب منظمة انقذ الاطفال اطفال يتسابقون مع الزمن يعيشون في المستشفيات بين الحياة والموت المنظومة الصحية مدمرة بشكل كبير ومعظم المراكز الطبية توقف بسبب الحرب وارتفاع اسعار المواد الطبية المشكلة التي تعرقل هذا الكلام هو الموارد المياه الموارد المياه ليس متفرة وزارة الصحة في صنعاء اعلنت وفاة ستة اصابات جديدة بمرض الكوليرا ليرتفع العدده من العام الماضي الى 2493 حالة نحو مليون وثمانمائة الف طفل يعانون من سوء التغذية في اليمن ما يجعلهم عرضة للاصابة بالامراض يشمل ذلك نحو 400 الف شخص حياتهم على شفير الموت بسبب سوء التغذية الحادة تقول منظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف اكدت الصين توقفها التام عن استراد شحنات النفط الامريكي في ظل الحرب التجارية بين البلدين ورغم ان صادرات النفط الامريكي غير مشمولة بالرسوم الجمركية الصينية احجم المستوردون الصينيون عن التقدم بطلبات شراء جديدة في الاوينة الاخيرة بعدما تبادلت كل من واشنطن وبكين فرض الاجراءات العقابية وبلغت واردات الصين من الخام الامريكي في اب اغسطس 334 الف برميل كل يوم فيما يستورد ثاني اكبر اقتصاد في العالم جزءا كبيرا من حاجاتها النفطية من روسيا التي وصلت الى مليون ومئتي الف برميل كل يوم العام الماضي اعرب رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي جيران باول عن مخاوف حيال الاقتصاد الامريكي لكنه ابدى تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قال باول خلال منتدى نظامه مركز المجلس الاتصي للدراسات ان العديد من الاسئلة تراوده وفي طالعتها المخاوف المحيطة بالسياسة النقدية التي ينتهجها الاحتياطي الفدرالي احذر من ان السياسة الحمائية التي تنتهجها بلاده قد تكون سيئة للعمال الامريكيين والاقتصاد الامريكي اعتبر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول انه يجب على كبار منتج النفط اتخاذ الخطوات الصحيحة لتهديئة المخاوف بشأن الامدادات التي دفعت اسعار الخام الى اعلى مستوى لها في اربع سنوات وقال بيرول ان الوقت الحالي هو المناسب لجميع البلدان وتحديدا كبار منتجي النفط ومصدريه لدراسة الوضع واتخاذ الخطوات الصحيحة لتهديئة السوق النفطية العالمية بيرول اضاف ان زيادة اسعار النفط الى اكثر من 85 دولار للبرميل بالتزامن مع المخاوف بشأن الحرب التجارية العالمية تفرض ضغوطا كثيفة على الاقتصادات الناشئة هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء